بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رصول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس في هذه الشريحة التكامل العددي وهي من الفصول الهامة جدا بالنسبة للمهندسيين غالبا ما يصادف المهندس في التطبيقات الهندسية بعض التكاملات المحددة التي لا يمكن حلها بشكل مباشر إما لصعوبة إيجاد الدالة الأصلية للدالة المستكملة أو لأن الدالة المستكملة معطى بشكل جدولي فقط عندئذ لا بد من اللجوء إلى طرق تقريبية لإيجاد قيم هذه التكاملات دون الحاجة لإجراء عملية التكامل أي أنه إذا كان والله عطيني الدالة بالشكل التالي X0 X1 XN و Y0 Y1 YN الدالة بالشكل الجدولي أو بالشكل التالي للتجربية عندئذ ما بعرف أي طريقة إلى الآن لحساب تكامل هذه الدالة أو إذا كان عطاني دالة مثلا إحساب قيمة التكامل بين الصفر والواحد لساين تربيع XBE cos X10 XBDX مثل هذه التكامل إذا كانت دالة المستكملة دالة معقدة مثل هذه الحالة أو كانت معطاة فلا بد من اللجوء إلى طرق أخرى للتكامل فنلجأ إلى الطرق التكريبية لحساب هذه التكاملات سنستعرض هنا بعض الطرق البسيطة للحل والتي تستند إلى تعريف التكامل للمحدد التكامل A إلى B إلى FXBDX والذي يمسل مساحة السطح المحدد بالمنحل الدالة لFX ومحور الفواصل المستقيمين X يساوي لA وX يساوي لB والمحور OXA إذا عندي هذه هي أدى لFX إذا هذه هي أدى لFXY تساوي إلى FX وهذه هي الفترة من A إلى B هذا هو المستقيم الرأسي X يساوي لB وهذا هو المستقيم الرأسي X يساوي لB فالتكامل حسب معرفه ريما ما هو إلا مساحة المنطقة لمحصورة تحت المنحن فوق المحور OX والمستقيمين X يساوي لA وX يساوي إلى LB ريما بزمانه سوى مجموع ريما التكامل بأن قسم هذه المنطقة إلى مستطيلات كل مستطيل حسب مساحة المستطيلة وجمع المستطيلات جمع هذه المساحات فحصل على المساحة المطلوبة وجمع هذه وتوصل إلى أن كل ما زاد عدد النقاط كل ما كانت المساحة أقرب إلى القيمة ثم جعل هذه النهاية تسعى إلى النهاية عندما تسعى نحو اللا نهاية واستطاع أن يتوصل لأنه إذا كانت نهاية موجودة عند إذن التكامل يعطى بالشكل النهاية تساوي إلى قيمة التكامل المحدد وسمى الأي هي بداية التكامل والبي هي نهاية التكامل والعددان أي وبي حدي التكامل إذن هذا كله عمله ريما نحن سنستخدم نفس الإسلوب ولكن بطرق أخرى إذن كان التكامل وتوصل إلى أنه يساوي إلى الدالة الأصلية في البي نقص الدالة الأصلية حيث الفتحة كبيرة هي الدالة الأصلية الدالة الف الإكس ويهدف التكامل العددي إلى إيجاد تقريب لهذه المساحة سواء كان المنحني قد عين تجريبيا أو كانت له صيغة رياضية إذن ريما وقت لدرس قرب بمستطيلات جزء المنطقة إلى مستطيلات وحسب مساحة المستطيل الأول مساحة المستطيل الثاني مساحة المستطيل الثالث جمع هذه المساحات ثم جعل هذه أطوال المجالات الجزافية صغير جدا فحصل على قيمة هذه المساحة نحن هنا في الطرق العددية سنستخدم طرق بسيطة ولكن مختلفة عن نفس معنى ريما ولكن بأسلوب آخر سنبدأ أولا بأبسها الطريقة وهي طريقة أشباه المنحرفات طريقة أشباه المنحرفات إن الطريقة الأسهل لإيجاد هذه المساحة هو تقريب تلك المساحات بعدد منتهم من أشباه المنحرفات لنفترض أن نريد مكاملة الدالة المبينة بالشكل بين طرفين الفترة التي التكامل من A إلى B أي لنحسب هذا التكامل طبعا ماذا أو كيفية شرحا نحن قلنا ريما قرب المنطقة بمستطيلات نحن هنا سنقرب ولكن ليس بمستطيلات وإنما بشبه منحرف فإذا عندي مثلا هذه نقطة وهذه نقطة مثلا إذا عندي هذه X وهذه X0 X1 X2 الآن هذا بعرف وهذا ما هو إذا هذا الطول هو FX1 وهذا الطول هو FX2 الآن قال تقول شبه أهي أنه قرب بشبه المنحرفات إذا لأحسب مساحة شبه المنحرف هذا إذا طلعت لبرة اللي هو هي شبه المنحرفات ريما كان يعمل مستطيل ويحسب طبعا واضح أن التقريب بشبه المنحرف أفضل من التقريب بمستطيل إذا ما هي مساحة شبه المنحرف نحن نعلم أن مساحة شبه المنحرف مثلا إذا سمينا بتيز شبه المنحرف فإن مساحته دستورة هي المسافة بين هذي وهذه هذي وهذه مسافة بين أي عقدتين متتاليتين هو الـ إذا وهو يمثل ارتفاع طبعا المساحة شبه المنحرف هو الارتفاع على 2 بالقاعدة الصغرى زائد القاعدة الكبرى قاعدتين شبه المنحرف إنها دولتين تين أي FX1 وFX2 إذا FX1 زائد FX2 إذا وبالتالي فنحصل على مساحة شبه المنحرفات لو كررنا حسبنا كل مساحة أشباه المنحرفات وجمعنا هذه المساحات لحصلنا على دستور الذي يعطي طريقة شبه المنحرف وهذا اللي سنشرحه الآن إذا تعتمدوا هذه الطريقة على تقسيم المجال إلى إن قسما متساويا إذن إلى إن قسما متساويا بوسطة النقاط اللي فوصلها X0 X1 X2 XN إذن ستكون هذه النقاط إذن عندي هذه إذن هذه الأي تنطبق على X0 هذه X1 X2 وهكذا XN التي هي البي طبعا إذا هذه هي الدالة اللي عندي فهذه سيكون هذا من هون لهون هذا هو F A أو F X0 وهذا من هون لهون هو F البي اللي هو F XN الآن إذن معنا عندي لهذه الفواصل قيم تراتيب هي F X0 F X1 هي قيمة X0 بواسطة الدالة الآن تراتيب هذه النقاط على محور التراتيب إذن وبتاليا قسم السطح بالمنحني F X وهو محور الفواصل المستقيمين إلى N قسما عرض كل قسم العرض يعطى ب B نائس A على N سنعتبر أن كل قسم هو عبارة عن شبه منحرف فلو أردنا حساب شبه المنحرفات إن مساحة شبه المنحرف اللي أمامي هذه ما هي إلا طبعا ارتفاعه هي حاصل فرق أي عقدي متتاليات وبتالي فارتفاعه هو ال-S إذن معناته المساحة هي عبارة عن S على 2 الارتفاع تقسيم 2 في القاعدة الصغرى إذا أخذنا هذه XLI فإن القاعدة الصغرى هي F XLI زائد 1 نائس FXLI نائس 1 طبعا هذه I نائس 1 إذن هذه XI نائس 1 نائس FXLI إذن هذه بهذا الشكل إذن القاعدة الصغرى زائد القاعدة الكبرى تقسيم 2 ضرب الارتفاع إذن هذا هو مساحة إذن بنفس الشكل نسوي مساحة الشبل المنحرف الأولى زائد مساحة الشبل المنحرف الثاني زائد زائد إلى آخر إذن هذا مساحة الشبل المنحرف هذه تعطى مثلا إذا سميناها T0 فهي عبارة عن X على 2 Fx0 زائد Fx1 الآن الثاني T1 هذا مثلا إذا سمينا T1 ما هو إلا X على 2 Fx1 زائد Fx2 وهكذا الثالث الرابع الخامس ثم نجمع مساحة أشبه المنحرف فنحصل على الدستور الذي يعطينا إذن إذا أخذنا شبل المنحرف اللي رقمه I اللي قاعدته محصور بين XI نائس واحد وXI فإن قيم FxI الدستور يقول لي هو X على 2 FxI نائس واحد زائد FxI عند إذن نستبدل مساحة الشكل المطلوب بمجموع مساحات ال-N شبه المنحرف والذي يمثل القيمة التقريبية للتكامل التكامل والتي سنرمز لها بتيل إذن TN هي مساحة شبه المنحرف وزائد مساحة شبه المنحرف الثاني زائد مساحة شبه المنحرف اللي رقمه N لو جمعنا هذا مساحته هو X على 2 Fx0 Fx1 هذا X على 2 Fx1 X2 هذا X على 2 Fx2 X3 وهكذا إلى آخر 1 X على 2 Fx0 Z Fx1 Z X على 2 Fx1 Z Fx2 الآن كلهم يحويان للX على 2 يمكن خرج X على 2 عامل مشترك فداخل القوس ببقى معاي إذا خرج X على 2 Fx0 Z Fx1 هنا وهي Fx1 2 Fx1 Fx2 هنا Fx2 2 Fx2 Fx3 Fx3 وهكذا سنرى أن جميع المقادير تتكرر مرتين باستثناء المقدار الأول والأخير يظهر مرة واحدة إذا وبالتالي نحصل على هذا ما هو إلا دستور شب المنحرف لحساب المساحة ويمكن كتابته بصورة المختصرة بالشكل التالي الآن العلاقة الأخيرة تمثل دستور شب المنحرف إذا هذه X على 2 زائد القيم الأولى والقيم الأخيرة زائد 2 مضروبة في بقية مجموع بقية القيام لنأخذ إذن تعتمد الدقة في طريقة أشباه المنحرفات على العدد مثل طريقة ريمن وقت العرف كلما كبر العدد كلما كانت الدقة أقرب إلى الواقع إذن العدد N أي عدد أشباه المنحرفات التي نأخذها واضح أنه إذا كان المحنن Fx عبارة عن مستقيم فإن مساحة المساحة التي هي تحت المستقيم نحص عليها بشبه المنحرف 1 أما إذا كانت محصورة تحت المنحن بمنحن زي تعرجات عديدة قريبة من بعضها البعض يتطلب هذا حساب مساحتها عددا كبيرا جدا من أشباه المنحرفات لنأخذ المثال التالي أوجد قيمة التكامل A يساوي التكامل 0 1 E السالب X تربيع D X حيث N يساوي إلى 10 إذن كيف أفعل في مثل هذه الحالة N تساوي 10 هذه هي A إذن حتى ما ينعبط الطالب إذن عندي A B و N طبعا من أين أتي ال-H طبعا نحن عنا ال-H أن سنقسم الفترة A B إلى N قسمة متساوية إذن فإن ال-H ما هي 1 راح 0 على 10 و يساوي إلى 0.1 إذن فاستطعت طب ما هي الدالة التجربية في هذه الحالة بعمل الجدول التالي بقول هنا X هنا E السالب X تربيع أي هي ال-Y وبالتالي فال-X يبدأ من A 0 ثم A زائد X يعني 0 زائد 0.1 0.1 زائد 0.1 0.2 زائد 0.1 0.3 زائد 0.1 وهكذا إلى أن أصل إلى ال-1 الآن نعود هنا E الصفر هي عبارة عن 1 نعود E الصفر للتربيع E السالب صفر للتربيع على تطلع مع قيمته وهكذا بالنسبة لبقية القيمة إذا أستطيع أن أحصل على بقية القيم بالتعويض عن X في هذه الدالة بما تساوي فأحصل بذلك على الجدول الآن بعد ما نعرف كل هذه القيم نجي طريقة شبه المنحف طبعا يريد إيجاد التكامل وطريقة شبه المنحف طريقة شبه المنحف تقول أن TN ما هو إلا الـ Fx0 زائد 2 بقي Fx1 زائد Fx2 زائد Fx3 زائد إلى Fx9 0 حتى 9 وهذه كلها مضربين بالتنين زائد الأخيرة Fxn اللي هي X10 الآن بالتعويض في هذه العلاقة طبعا بره مضربة بS على 2 الـ معلومة حسبتها هون وهي 0 فاصلة إذن بS تقسيم 2 الـ 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 أنها هي 0.1 ونحسب القيم طبعا Fx0 نأتي بها من هنا هذه هي Fx0 Fxn من هنا وبقية الوايات من هنا إذن فنحصل على قيمة هذا التكامل بكل بساطة إذن نحسب أولا الـ الـ هي بي ناقص A على N يعني 1 ناقص 0 على N يعني 1 على 10 يعني 0 فاصلة نرتب النتائج في الجدور كما فعلت أنا تماما 0 0 1 0 2 0 3 4 إلى آخر إذا حصلنا ثم نعوض 0 في الدال فنحصل على 0 فنحصل على هذه القيمة وبالتالي نعوض الآن استناد إلى الجدول الآن بالتعويض في معلومات الجدول نحصل على قيمة التكامل بطريقة شبه المنحرف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته